أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصلع قوم أماتوه فما هذا الإله وهل أرضاه ما نالوه منه فبشرهم إذا نالوا رضاه وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما فوى تحت التراب وقد علاه وهل خلت العوالم من إذاه يدبرها وقد سمرت يجاه وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقاد سمعوا بكاه وكيف أطاقت الخشبات حلل إله الحق مشجودا قفاه وكيف دنى الخديد إليه حتى يخالطه وينحطه أذاه وكيف تمكنات أيدي عداه وطالت حيث قد صفوا قفاه وغلعات المسيح إلى حياته ألل نحي له رب سواه ويا عجبا لقابر ضمر ربا وأعجب منه باطل قد حواه أقام ملاك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيظ غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا لفتدي فام ويأكل ثم يشرب ثم ياتي بلازم ذاك هل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كله أم افتراه أعباد الصليب لأيمانا يعظم أو يقبح من رماه ومن التقض العقول بغير كسر وإحراط له ألم بفعه إذا ركب الإله عليه كرغا وقد شدت لتسمير يداه فذاك المركب المنعون حقا فدسه لا تبوسه إذا تراه يهال عليه رب الخلق قررا وتعبده فإنك من عداه فإن عظمته من أجل أن قال حوى رب العباد وقد علام وقد فقد الصليب فإن رأينا له شكلا تذكرنا سلاه فهلا للقبور سجدت طروا بضم القبر ربك في حشام فيعبد المسيح أفق فهذا هو بدايته وهذا منتهاب